اه يعني مش من الوسط بس ومن برا الوسط يعني يما قابلت ناس وخزلوني ولكن الصداقة دي حاجة كبيرة جيب اصوت واترعب وبتاع لكن الحقن ممكن اروحي تتسحب لكن انا مفيش مطبخ عمري ما دخلت جبت كوباية مية من المطبخ اه طبعا بالحقن يعني عارفة مثلا المثل بيقولك دي شك الدبوس ده مثل زفت هيشك الدبوس دي عادية دي شك الدبوس دي مرعبة بالنسبالي يعني انا بشوف ابرة بيغم علي او اللهي مقدرش تعالي تفرجي لما مسلا دكتور يقولي عايزين تحليل دم شوفي بقى اول بنج وحط بنج ودور وشي واختار مين اللي يعملي التحليل واقعد اترجا وارجوك والنبي يعني لا ده فيلم عربي وضربات قلبي تزيد وده اختيوته ما لو شفتي فرع ده اعملي ايه فرع؟ لا الفر اهون من ال بتغزق اولا اصوت واترعب وبتعلك الحقن ممكن اروحي تتسحب يعني بعد الشرع عليك خلينا اسألك دونيا اكيد معرفش انت طبخة شطرة ولا لا عليك في المطبخ؟ هايلة هايلة عظيمة يعني تعلمت اسلق بيد قريب هايلة 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 يا عمري ما دخلت جبت كوبات مية من المطبخ اصلا امي كانت مدلعيني طب قوليلي الاكلة اللي انت بتحب انت تاكليها بس بتصبخي هواش للأصل اللي بحب انا اكلها وراع عينب تحبي وراع العينب مين يقولوا طبعا انا وفاق عامر اشتر حد يامل وراع العينب بل كالتي وراع عينب من ايد وفاق عامر لا مكلتش لا مين الفنانة اللي انت يقول اللي يعني كالتي بن اكلها وعجبك اكلها الهم شهين اه اكلها حلو اه طبعا برضو انا عارفة ان انت عندك صدقات مهمة جدا في الوسط الفني يا دونيا يمكن كان منهم الراحل الكبير والأستس فروقي في الشاوي طبعا وعارفة ان انت كنت بتعتبري اب روحي ليكي وعندك يعني اصدقاء بتعتبريهم زي عامر محمود ياسين كمان طبعا فشايف فكرة الصداقات في الوسط الفني شايفها ازاي واحيانا انت بتصبرت لبعض قوي فيه ناس ما بتحتمش بدا انت شايفت ازاي انا الصداقة عندي صداقة يعني بغض النظر انا بشتغل ممثلة او دكتورة او ممرضة يعني فكرة الصداقة عندي حاجة كبيرة جدا وبعتز بيها ودايما بحب الاصدقاء والاصدقاء الحقيقيين طبعا مريت بتجارب فشلة كتير في حياتي على مدار الحياة من برا الوسط اه يعني مش من الوسط بس ومن برا الوسط يعني يما قابلت ناس وخزلوني ولكن الصداقة دي حاجة كبيرة جدا طبعا بعد امي لان كل حاجة بالنسبالي المقياس كان ساعة تعبها يعني الناس اتغربلت خلاص يعني انا الصحاب بقوا موجودين يعني الصحاب الحقيقيين بانوا والصحاب الفيك بانوا والناس اللي عملت الواجب بس ومشيت بانوا يعني قصدي كل واحد اتحط في فولدر فالصداقة شيء مهم جدا في حياتي وكسبت ناس يعني ما كنتش واخدة بالي منهم في المرحلة اللي انا كنت محتاجة الناس جنبي فعلا انا اكتشفت ناس كتيرة جدا 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 وقفت جنبي وطلعوا جد ناس حقيقيين اكتر خاصة ممكن او اكتر صفة ممكن تخليكي تقطعي علاقتك بالشخص اللي قدامي بصي انا ما بقطعش علاقتي بالشخص اللي قدامي بسهولة مستحيل تديره فرص 2 و 3 فرص كتير لاني لما بمشي بمشي خامس ايو يعني ما برجعش دي مستحيل ارجع فعشان كده مش من خناقة ولا من زعلة ولا من مثلا سمعت حد قال لي حاجة ولا مفيش الكلام ده لازم يعني ايه اتوجع للاخر كده فهاخد الوجع كله يعني بدي فرص عشان انا يعني لما امشي امشي بضمير مبقاش يعني عداني لعيب يعني انت برج ايه دونيا انا العقرب انا العقرب مش كان شارح ده عشر عقرب صفات برج العقرب انتقامي يعني يقولك العقرب ده قرصته و لضغته لا انا بمشي انا ما بنتقرش مش انتقامي اه انا في الاول من العقرب يعني انا ايه اللي هو ايه عقرب الطيب مش طيب برضو عوي يعني ولكن يعني ما ينتقمش خلاص انا ما بنتقمش انا بحس ان انا لما امشي من حياتهم ده عقاب لان انا كنت صدقة معاه مش لاني احسن حد لا لاني اصدق حد لاني انا لما بحب بحب بجد حلو جميل بتقري محريسا انك تقري البرج بيقول ايه و مش عارفة ايه و الحاجات الغريبات دي كنت زمان زمان اه دلوقتي لا 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 خالص جربت في مرة حد يقرى لك الكف و يقرى لك الفنجال و الحاجات الغريبات دي مرة زمان حد قرى لي الكف بس مش ما عنديش هوس بالكلام ده خالص طب اللي قالولك حسن؟ ولا فكرة قالولي ايه طب اصلا ولا فكرة مش بهتم خالص بالكلام ده بلعب يعني بحس ان احنا بنهزروا كده في ناس مهووسة بيحبوا يروحوا يقروا الفنجال و يقروا الكف و مش عارفة ايه لا انا ما عنديش الكرام بعد يعني موصل رمضان ما خلص و دلوقتي بقى في اعادة كمان كل مسلسلات رمضان يا دنيا ايه العمل اللي اتفرجت عليه و قلت ايه ده ايه العمل ده كان حلو قوي كان تايا في زحمة رمضان مش تايا هو واضح الحشاشين طبعا عمل مهم جدا ابداع من كل الكرو الحقيقة كريم عبد العزيز يعني تفوق على نفسه الحقيقة بيتر ميمي عمل شغل عظيم كلهم كلهم فيش حد احمد عبد الوهاب اسمه تقريبا العمل يحق ده عبقاري مبسوطة بيه جدا جدا نجم يعني نجم مشروع نجم حقيقي فيه مسلسل بدون سابق انذار لأسر يسين و عيشابن احمد مسلسل جميل جدا برضو تفرجت عليه من العمل مهمة قوي قوي لو تعرض عليك و ده اخر سؤال لنا لتعرض عليك عمل سيرة ذاتية تختاري ان يكون لي مين او تحبي يكون لي مين سام يا جمال ايه ده ايش معنا انا بأحبها جدا جدا وبحب فنها و انا اصلا بحب الاستعراض يعني انا برقص من زمان و لسا يعني عاملين كان زقاء المدق يعني قعدت ثلاث سنين على المسرح عملت شغل كبير فانا بحب الاستعراض وبعرف ارقص كويس و درسة رأس يعني مش بعرف خلاص انا درسة رأس من و انا عندي ثمان سنين في يوم اعمل حاجة ليه علاقة بالحاجة اللي انا بحبها لها الاستعراض و مع فنانة انا بستمتع و انا بتفرج عليها هي بحيس انها لوحة يعني اه وتفاصيل حياتها موسيعة اه بالزبط و انسانة انسانة جدا لما تسمعي بقى وتشوفي يعني تفاصيل فضيعة يعني